ولازلنا في رحاب مدراسة الأخفية الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على سر بين العبد وربه اللي هو الإخلاص اللي هو لما حضرتك ربنا إن شاء الله يمن على البلاد والعباد وأن تفتح أبواب الزيارة إلى بلاد الحرمين مش ضروري حضرتك تصور لنا نفسك في المطار وحضرتك لابس ملابس الإحرام ومش ضروري تخلينا نطوف معاك ومش ضروري تخلينا نقف معاك في جبل عرفات لا بعض الناس بيعمل الكلام ده من إظهار الفرح نعم ولكن احضر فالرياء يهدم العمل عرف مشكلة الإنسان لما يفقد الإخلاص سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وأرضاه وكرم الله وجهه بيقول للمراء علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ليه؟ لأنه دايما مستني متح الناس مستني كلام الناس أما ليه؟ علشان كده لو الناس ما مدحتوش تلاقي العمل بتاعه بينزل والناس لما تمدحوا تلاقي العمل بتاعه بيرتفع حتى في شغلك خلي بالك وإنت بتشتغل وتأخذ مرتب لازم تبتغي بهذا العمل وجهه ربنا سبحانه وتعالى ونقول لكم على حاجة بسيطة قوي كل حلقة وأنا بحضرها ممكن تزني وقول ما نقول أي كلمتين وعدي وارجع وقول لا دا الحلقة دي ربنا اللي هيتفرج عليها طبعا المعنى مجازي هنا ولكن لا دا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كده وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَوَا حَسْرَتَاهَ لو كل واحد فينا فكر كده إن العمل اللي بيعمله دا عبادة أو شغل أو أي عمل هيعد على ربنا الأول فربنا اللي هيشوفه الأول واللي هيقيمه الأول ربنا وبعدين يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقيم العمل دا وبعدين الناس بتنشغل بالناس دي عشان كده ربنا في القرآن الكريم تكلم على مصيبة ناس لما تكلم عليهم قال عنهم اسمع كده تعبير صعب أوش محتاج إن انت تعلمه اسمع ربنا قال إيه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء خلي عملك عشان ترضي بي ربنا حتى ولو لم يرضى عنه الناس مش مهم إن رئيسك في الشغل يسنع عليك مش مهم إن هو يديك ترقية ومش مهم إن انت تفضل قاعد على الكرسي فبتعمل عشان ترضي الناس لا اعمل عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى اعمل العمل اللي تاخده في إيدك لربنا سبحانه وتعالى وحذر كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله اسمع كده اسمع سيدنا ثوبان وهو بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركز في الكلام ده قوي والله لا تركز فيه كل مدير في مصلحته يركز فيه كل مدير هيئة يركز فيه كل مدير عام يركز فيه كل وكيل وزارة يركز فيه كل وزير يركز فيه كل إنسان يتولى أمر مسؤولية حتى في أهل بيتك لأنك رئيس جمهورية بيتك أنت الرائب بتاع بيتك كل واحد يركز في كلام النبي أوي صلى الله عليه وسلم بيقول لأعلمن النبي اللي بيقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة يا الله بيضاء إلا هيحصل لها رسول الله اسمع النبي فيجعلها الله هباء منصورا فيجعلها الله هباء منصورا ربنا يخليها هباء منصورا طب ليه دول أكيد كفرين مش مسلمين زينا لا اسمع النبي بيكمل أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكن قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حطي بقى تحت إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي مليار المصيبة أن يرأي الناس أن لا يهتم بمدح الناس وأن لا يهتم إلا بقدح الناس لكن في ناس مش مهمة معهم الناس ترجمة نانسي قنقر